السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء أطفال الصغار معكم من جديد الآن سارنا من فريق منهاج التعليمي والدرسنا اليوم هو الدرس الثاني من كتاب علوم الحياة وهو بعنوان بيراي سعى الفرق للكلرمز ويعني اختلافاتنا الفردية أو الشخصية إذن كيف نختلف عن أصدقائنا وما هي الاختلافات الموجودة بيننا وبين الآخرين إذن هذا ما سوف نتعلمه في درسنا ولدينا في هذا الدرس مجموعة من المعلومات الضرورية والتي نحتاجها في حياتنا اليومية فكلمة فرق للكلرمز ويعني اختلافاتنا برأي سال الشخصية أو الفردية يقول لنا في الصورة التالية فموجود لدينا التوائم إذن التوائم هما الأخوان المتشابهان جدا التوائم إذن في هذه الصورة لدينا هزان الأخوان التوائم نقول لي ما هي الصفات المتشابهة فكلمة بنزاج يعني متشابه الصفات المتشابهة إذن وكلمة توائم لا ننساها إذن التوائم إذن لنقول ما هي الصفات المتشابهة في التوائم نقول مثلا أن الشعر نفس لون الشعر نفس لون العينين لديهم نفس الوزن لديهم نفس الطول إذن هناك أشياء متشابهة بين هزين التوائمين نقرأ الآن هر إنسان دیار إنسان لره منزايا ومنزمايا اذن طلاب الأعزاء يقول كل إنسان فكلمة هر إنسان إذن لكل إنسان مع الآخرين أو بالنسبة للآخرين من الناس الآخرين فإن لديه صفات صفات فكلمة صفات اذلك لره غير متشابهة بنزمايا وأيضا متشابهة وبنزيان إذن لديه مع الآخرين صفات مش شابهة وغير متشابهة ويوجد في صفنا فكلمة إذن في صفنا لهذا الموضوع يوجد لدينا مثال جميل جدا فكلمة إذن يعني يوجد مثال جميل جدا جزال لموضوع الاختلافات والتشابهات بين الناس إذن لماذا تقول هذه الآنسة أو هذه المعلمة هذا الكلام لأنه يوجد في صفها التوأم وهم الشخصان المتشابهان جدا أو الأخوان المتشابهان جدا إذن تقول بأن لدينا في صفنا مثال جميل عن الاختلافات والتشابه بين الناس ماذا تقول هذه المعلمة سنفمزدaki ikizlerin tam olarak aynı olduğunu söyleyebilir misiniz تقول هل يمكننا أن نقول أن التوأم الذين في صفنا لهما صفات متشابهة تامة إذن ننظر إلى هذين التوأمين هل هما متشابهان تشابه كامل؟ كلا مثلا مثال الاختلاف أن هذا يضع نظارة وهذا لا يضعه فهنا يوجد اختلاف إذن لا يتشابهان بتشابه كاملا إذن في كلمة سنفمزدaki اللذين في صفنا ikizlerin التوأمان tam olarak يعني بشكل كامل aynı olduğunu إذن بشكل كامل لديهم الصفات نفسها هل يمكننا أن نقول ذلك؟ سيلي بلر مسينز؟ إذن هذا السؤال طبعا تكون الإجابة كلا إنهما لديهم صحيح أن لديهم صفات كثيرة متشابهة ولكن يختلفان عن بعضهما في بعض الأمور صرفمزدaki ikiz kardeşler fiziksal olarak birbirine çok benziyorlar أما yine de فرقلılar إذن الإخوة التوأم الذين في صفنا لديهم بعض الصفات أو الصفات لديهم صفات كثيرة متشابهة وأيضا في نفس الوقت لديهم صفات مختلفة إذن في كلمة فرقلılar أي يعني مختلفة وأيضا كلمة çok benziyorlar ومتشابهة fiziksal من الصفات للأخوة التوائم ikiz kardeşler sizce insanların فرقللığı وبنزرلığı sadece جرنسleriyle م ilgilidir برأيكم فكلمة sizce برأيكم أن الناس متشابهة ومختلفة فكلمة مختلفة فرقللığı ومتشابهة بنزرلığı فقط سادسة بمظهرهم جرنسleriyle إذن هل التوائم الموجودين في الصورة ما هي الفروقات الموجودة بينهما إذن ما هي الفروق فرقللقları أو الاختلافات التي تمكن أن تكون olabilir بين التوائم إذن نعود ونقرر ما هي الأمور التي تكون موجودة كما قلت لكم مثلا موضوع النظارة ممكن أن تكون من الاختلافات الموجودة لا يوجد إنسان مثل الآخر تماما هذه المعلومة طلابي لا تنسوها أبدا إذن لا يشبه الإنسان أخوه الإنسان بشكل كامل إنما هناك فروق واختلافات ما بين كل شخص وشخص إذن فكلمة لا يوجد أبدا إنسان عن الآخر أو مثل الآخر تم olarak بشكل كامل لا يتشابه إذن لا يتشابه لا تنسى هذه الكلمة بنزمه يعني يعني اختلافات وفروقات بالتأكيد بين الأشخاص أخوه بيال من يال من ممتع ممتع هذا ما أعتقده أما أخيه التوأم فله رأي آخر أعتقد بأنه أمر متعب لاحظوا هناك حتى اختلاف بالأفكار فهذا الطفل الذي متشابه جدا مع أخيه ويقال لهم التوأم هنا يوجد بينهما اختلاف في الآراء والأفكار هذا يعتقد أن المشي إلى المدرسة ممتع وهذا الآخر يعتقد بأن المشي إلى المدرسة أمر متعب فكلمة يعني متعب إذن كل شخص كل إنسان يختلف فرقلدر كل إنسان هر إنسان عن الآخرين بماذا؟ بمشاعره ديگل وأفكاره ديگل وأيضا الأشياء التي يحبها وشلنده ومواهبه أو قدراته ويتنقل فزيكسال إذنك لديه كثيرا بمثل 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 حتى إن حتى لو كانت صفاتهم الجسدية مثل التوائم جدا متشابهة إذن إذا كانت صفاتهم الجسدية جدا متشابهة مثل التوائم كما أخذنا هذا المثال إلا أن اهتماماتهم فكلمة إلج يعني اهتماماتهم وأيضا صفاتهم الشخصية ذلك لرام يجب أن تكون أو يمكن أن تكون مختلفة بعض ما يبيلش إذن مهما كانت صفاتهم الجسدية وأشكالهم متشابهة إلا أنه يوجد اختلافات لاحظوا هذا ما تؤكده هذه الصورة ما زل نلاحظ نلاحظ ما هي المواهب أو الأشياء التي يحبها كل من هذين التوائمين لاحظوا أن هذا التوائم مثلا نحب العزف هذا الآخر الآخر يحب الرسم إذن هنا لديهم اختلافات بأفكارهم ولديهم اختلافات بقدراتهم ومواهبهم دقق النظر في الصورة إذن كما تحدثنا عنها بحسب الصورة ما هي الأشياء التي تعجب التوائم وما هي قدراتهم قولوا لنا إذن ما هي قدراتهم والأشياء التي تعجبهم لاحظوا لنا مسبقا بأن أحدهما يحب العزف والآخر يحب الرسم إذن لدينا جميعا خصائص جسدية مختلفة أو صفات مختلفة إذن فكلمت يعني جميعنا فارق لأجالك لرسم صفات مختلفة صاحب أرانيز دا جزلوك ل قصة بويلو شلولو يدا زيف عنوارنز قد يكون بيننا فكلمت أي قد يكون بيننا من يرتدي النظارة جزلوك ل إذن من يرتدي النظارة نقول له جزلوك ل وأيضا من منا هو قصير القامة كصة بويلو أي قياسه قصير أو طوله قصير ومن منا من لديه وزن زائد كيلو دو وأيضا من منا الضعيف جدا أو النحيف جدا يدا الضعيف إذن نحن نختلف إذن بهذا الشكل نحن نعلم أننا نختلف عن الناس الآخرين إما بالطول وإما بالوزن وإما بالشكل وإذن بأشياء كثيرة نختلف عن الآخرين فيزيكتال أزالك لرينزدك بفرق للكلار أرقدش لرينزي إتكلميور دهل ما؟ أليس كذلك أو أليس صحيحا أن هذه الاختلافات الشخصية أو الجسدية لا تؤثر على علاقاتنا مع الأصدقاء إذن مهما كنا مختلفين عن أصدقائنا بشكلنا وبطولنا وبوزننا فإن هذا الموضوع لا يؤثر على علاقة الصداقة بيننا وبينهم إذن فكلمة إتكلميور يعني لا تؤثر على أصدقائنا أرقدش لرينزي هذه الفروقات أو هذه الاختلافات فرق للكلار أرنين على سبيل المثال إذا كان لديك صديقا طويل القامة إذن كان صديقك طويلا جدا هل تنهي أو هل تتراجع عن موضوع إنشاء صداقة معه لأنه قد طويل القامة أو لأنه قصير القامة أو لأنه يلبس نظارة أو لأنه سمين هل ننهي العلاقة معه هل يهمنا هذا الموضوع كلا طبعا لا نتراجع عن إنشاء العلاقة والصداقة بيننا إذن فكلمة إذن هل تتراجع من الصداقة أو من إنشاء الصداقة مع صديق طويل يعني معنى كلمة طويل أي طويل القامة إذن هل نتراجع كلا طلابي يجب علينا أن نحترم هذه الفروقات ولا تؤثر على صداقتنا بيننا وبين الآخرين نتابع في الصفحة ما نحب إذن الأشياء التي نحبها والتي تعجبنا وأيضا مواهبنا وأيضا قدراتنا تؤثر على علاقات الصداقة إذن تعلمنا الآن شكلنا الخارجي صفاتنا الجسدية لا تؤثر على علاقات الصداقة إنما مواهبنا وقدراتنا والأشياء التي نحبها هي التي تؤثر على علاقات الصداقة إذن لا ننسى هذه الكلمات hoşلنا نحبها والأشياء التي تعجبنا وإذن مواهبنا والأشياء والأشياء التي نحبها والتي تؤثر على علاقات الصداقة كيف تؤثر طلابي على علاقاتنا هذه الأشياء كيف تؤثر على علاقات الصداقة فيقولون بأننا نحن نشكل صداقات نحن نقوم بعمل صداقات ونتقرب من الناس نصبح معهم أقرب من الذين يملكون نفس القدرات يملكون قدرات أو مواهب متشابهة وأيضا يحبون نفس الأنشطة التي نحبها إذن بهذا الشكل نحن تؤثر على علاقتنا إذن هل فهمنا ذلك طلاب الأعزاء مثلا أنت تحب الرسم وصديقك يحب الرسم وصديقك الآخر يحب كرة السلة فنحن مثلا نحب أو نصبح أقرب للشخص الذي يحب الرسم لأننا نحن نحب الرسم وهو يحب الرسم بهذا الشكل نحن نصبح معه صداقة نشكل معه صداقة أقوى وحميمية أكثر من الذي يلعب كرة السلة لأنه يلعب مع أصدقاء آخرين ولكن هذا الشخص الذي يحب الرسم مثلنا هو شخص أقرب إلينا من غيره إذن ككلمة إذن الأشياء أو الأشياء التي تعجبنا من الأنشطة وأيضا بانزار يتنكلر وواهبنا المتشابهة يمكن أن تصبح الصداقة بيننا وبينهم أقرب لاحظوا هذه هي الأنشطة الموجودة في المدرسة مثلا هنا نشاط المسرح هنا نشاط الموسيقى تعلم العزف إذن نكمل القراءة طلاب الأعزاء نحن لا نقيم الناس بصفاتهم الجسدية يعني لا ننظر إليهم بحسب صفاتهم الجسدية لكن بحسب عاداتهم الجميلة إذن مثلا كلمة نترجم أولا فزيكتال özellikleriyle إذن بحسب صفاتهم الجسدية ديرلندريرس لا نقيمهم إنما بحسب عاداتهم الجميلة صاحب oldukları güzel alışkanlıklarıyla إذن بحسب تصرفاتهم الجميلة نقيم فنحن نحب الأشخاص الذين مثلا يحترموننا يقولون لنا أشياء جميلة يطلبون بأدب إذن هؤلاء الأشخاص نحبهم ولا لها علاقة الصفات الجسدية أرنين على سبيل المثال جلار يزل إذن الناس الذين لديهم وجه مبتسم إذن فكلمة جلار يزل يعني وجه مبتسم وياردم سبر وأيضا يحب المساعدة إنسان إنسان بحسب أشكالهم إنما بحسب معاداتهم الجميلة وقالوا لكم أمثلة الوجوه المبتسمة محبة المساعدة وأيضا المجتهدين والذين يقولون الصدق هؤلاء الأشخاص يمكن أن ننشئ معهم صداقات جميلة كلمة عندما تختار أصدقائك ما هي الأمور التي يجب الانتباع على أو التي تهتم بها اي استفات التي تعطيناها او اي الخصائص تعطيناها تعطوها اهمية في اصدقائكم مثلا انا اقول ان احب ان يكون صديقي يقول صادق ويقول الحقيقة دائما انا مثلا طالب اخر يقول ان احب ان يكون صديقي مشتهد اخر يقول انه يحب ان يكون صديقه يحب المساعدة اذا كل واحد منكم يختار صديقه بحسب الصفات التي يحبها ان تكون به اذا دقق النظر في الصورة التي التالية اشرح لنا ما هي افكارك حول هذه الرسمة اذا ماذا نشاهد في هذه الرسمة نشاهد اطفال مختلفين في الاشكال في صفاتهم الخارجية ولكنهم يلعبون مع بعضهم البعض وايضا نلاحظ بان هناك طفلان يلعبون كرة السلة وهم صعداء رغم اختلاف اشكالهم اذا يمكن ان يكون بين اصدقائنا اشخاص لديهم صفات مختلفة اذا فكلمة يمكن ان يكون لديهم صفات مختلفة من بين اصدقائنا مثلا صديق لدينا لديه وزن زائد صديق يلبس النظارة صديق يضع جهاز السمع صديق لديه اعاقة في مكان ما اذا يمكن ان يكون من بين اصدقائنا هؤلاء يجب علينا اذا ان نتقبل هؤلاء الاشخاص نتقبلهم اذا فكلمة يجب علينا ان نتقبلهم ما معنى ان نتقبلهم؟ ننشئ صداقة معهم اذا لا نبتعد عنهم نساعدهم اذا ننشئ صداقة معهم هذا معنى ان نتقبلهم وايضا يجب علينا احترام فكلمة احترام صعيق الله الفروق الفردية براية الفرق للكلارا اذا هذا ما يجب عليه فعله عندما يكون لدينا اصدقاء مختلفين عنا اصدقاء رسملري انجليينز انظر الى الصور ودقيق النظر في الصور التالية رسملردك اورانجلرين برايسال فرقللقلرانا بلرليينز يعني حدد بلرليينز الفروق الشخصية برايسال فرقللقلران للطلاب اورانجلرين الموجودين في الصورة لاحظوا ما سنلاحظ هذا الطالب ما هي الفروق الموجودة لديه بانه يضع النظارة لاحظوا هذه الفتاة بانها لا تستطيع الرؤية لديها اعاقة في النظر هذا الطفل لديه اعاقة في المشي وهذا الطفل ما زا به لديه اعاقة في السمع فلديه يضع هو جهاز السمع اذا هذه هي الفروق الشخصية التي حددناها نتابع القرارة جزء اشتمة جهاز تكارلك لسانداليا كولانا ارخدشل رنز اذا يقول لك هل لديك اصدقاء يستعملون الكرس المتحرك اذا لديهم مشكلة في المشي يستخدمون الكرس المتحرك وايضا يستخدمون جهاز السمع ويستخدمون النظارات اذا هل لديك احد من هؤلاء الاصدقاء فكلمة جزلك يعني يضع نظارة يشتم جهاز ويعني جهاز السمع تكارلك لسانداليا والكرس المتحرك يستعملون كولانا من اجل مساعدة هؤلاء الذين يستخدمون هذه الاجهزة كما قلنا من اجل مساعدتهم ماذا يمكنك او ما هي الاشياء التي تفعلها اذا فكلمة نلار yapıyorsunuz اذا ماذا تفعل من اجل مساعدتهم ياردمك olmak او ما هي الاشياء التي تفعلها اذا يمكن ان يكون لدينا اصدقاء لديهم مشاكل صحية فكلمة سرولار اي لديهم مشاكل صحية يمكن ويستخدمون اجهزة مختلفة فرق الجهاز اذا يمكن ان يكون من اصدقائنا ارقدشلارمز اذا لزم الامر اذا عند الضرورة واذا لزم الامر يجب ان نقدم المساعدة لهؤلاء الاصدقاء اذا فكلمة ياردمك olmamız يعني علينا تقديم المساعدة في حالة الضرورة او عند الحاجة جريكتين دم كولاندقلار جهاز لارة زرار ويجب علينا ان نبتعد عن اي سلوك يسبب التلف يسبب التلف لماذا للاجهزة التي يستعملونها او يسبب الضرر الاجهزة التي يستعملونها اذا يجب ان نبتعد اذا كلمة قتلنا مازجر يجب ان نبتعد عن التصرفات دورانسلار التي تسبب التلف للاجهزة جهاز لارة زرار vereبليك بعض ارقدسلارمز دها شابك بعض الارة دها جيش اعرانيبلير بعض الاصدقاء يتعلمون بشكل سريع جدا فكلمة دها شابك اذا بشكل اسرع وبعض الاصدقاء يتعلمون بشكل متأخر جيش دها جيش اعرانيبلير بودا دهالدر دهالدر يجب ان نعرف ان هذا من الامور الطبيعية فكلمة دهالدر يعني طبيعي وعادي درسلاري جيش اعرانيبلير ارقدسلارمزان ده فارق دهيتنك لره ولا بلدان انت ممليز ويجب ان لا ننسى فكلمة لا ننسى انت ممليز ان اصدقائنا الذين يتعلمون بوقت متأخر اذا الاصدقاء الذين ليس لديهم القدرة السريعة على التعلم يمكن ان يكون لديهم مواهب مختلفة اخرى مثلا مثل موهبة الرسم اذا هؤلاء الاشخاص الذين لديهم مشاكل في التعلم السريح لو يمكن ان لديهم قدرات اجمل ممكن ان يستطيعون العزف اجمل منا ويمكن ان يستطيعون الرسم افضل منا اذا يمكن ان يكون لديهم قدرات افضل منا ومختلفة فكلمة فارق ليتنقل اي يمكن ان يكون لديهم قدرات مختلفة اذا يجب ان لا ننسى ذلك ولكن ان أجل امام占 المدرات م Leben رسم درس يجب ان افضل رسم تقول هذه الطفلة باننا احب الرسم في درس الرسم وفي أيضا في المنزل إذن فكلمة أحب سبيورم يعني أحب الرسم في المنزل ابدي رسم يأبما وأيضا في درس الرسم رسم درس أما متى بكمو دا بان داها يتنقل در أما متى هو صديقها في المقال متى في هذا الموضوع هو أفضل مني أو أكثر موهبة مني أو أكثر قدرة داها يتنقل در إذن هو أكثر قدرة وأكثر موهبة مني بان دا في هذا الموضوع لاحظوا في هذه الرسمة يوضح لنا هذا الكلام لاحظوا كم هي رسمة مرتبة وهنا هي رسمة أقل قدرة صرى أرقدشانيز وكندينيز لإلجلي أشعر داكي جملالي تماملينيز بولي جاء أرقدش نزلة طلاب الأعزاء إذن لدينا هذا التمرين وكل طالب عليه أن يكتب بحسب معلوماته أو بحسب قدراته والأشياء التي يحبها وبحسب صديقه الذي في مقعدي أنا ملأت هذا الجدول بحسب قدراتي أنا وبحسب مواهبي أنا إذن طلاب الأعزاء علينا يطلب منا أن نكمل هذه الفراغات بحسب مواهبي وبحسب معلوماتي عن نفسي وعن صديقي الذي في المقعد إذن فكلمة يعني صديقي في المقعد ومعرفتي بنفسي الجدول الأسفل أو الجمل التي في الأسفل لنكملها بهذا الشكل سوف نعرف أو نستطيع أن نحدد الأشياء المتشابهة والمختلفة وفرق بيني وبين صديقي هيا طلاب الأعزاء لنكتب بشكل بكل طالب بحسب ما هو يعرف عن نفسه مثلا أنا أنا ناجح أو أنا ناجح جدا في درس اللغة التركية بعضكم يقول مثلا يستطيع أن يكتب في اللغة التركية في درس العلوم في درس علوم الحياة يستطيع أن يكتب المادة التي يرى بها ناجحة نفسه ناجحة أما صديقي المقعد صديقي الذي يجلس معي في نفس المقعد فهو ناجح أكثر في مادة الرياضيات كما قلت لكم أن تكتبوا الأشياء التي تعرفونها عن أنفسكم وعن صديقكم الذي يجلس بجانبكم أنا في الاستراحة أتناول الطعام يمكنكم أن تقول تلعبون الكرة يمكن أن تقوموا بالرسم تلعبون مع أصدقائكم يمكن أن تكتبوا أي شيء أما صديقي الذي في المقعد أو الذي في جانبي في المقعد في الاستراحة يذهب إلى غرفة القراءة من أجل أن يقرأ الكتب يعجبني من الرياضات الرياضة كرة القدم أما صديقي الذي في المقعد هو يعجبه كرة الطائرة أنا مثلا في موضوع الموسيقى أو في موضوع الموسيقى أنا ناجح أو لدي موهبة في موضوع الموسيقى أما صديقي لديه موهبة في الرسم أنا في التلفاز أشاهد أفلام المتحركة وأيضا صديقي في التلفاز أشاهد الرسوم المتحركة أفضل لون لدي هو الأبيض أما صديقي أفضل لون هو الأحمر فكلمة الأحمر كرمزة أما الأبيض بيض وكلمة اللون رنك أما كلمة أحب يعني أحب إلي أو أفضل اللون كذا مثلا أنا أستخدم الحاسوب فكلمة الحاسوب أنا أستخدم الحاسوب أي الحاسوب أستخدمه من أجل دروسي أو فعل دروسي أما صديقي في المقعد يستخدم الحاسوب من أجل لعب الألعاب فكلمة يعني لعب الألعاب بهذا الشكل طلابي يكون قد حددت الفرق بيني وبين صديقي ما هي الأشياء التي تتشابه مثلا أشياء التي تتشابه بيني وبين صديقي مثلا أننا نحن نشاهد رسوم المتحركة وهناك أشياء أخرى مختلفة إذن هناك أشياء تختلف وهناك أشياء تتشابه أحيائي الأشياء تphoneticacherينك الدشينة ا standalone ليسوا الحسياء التي تنشبهنا في هي pasando فيها حياتنا اليومية تختلف عن أصدقائنا فكلمة تختلف هذه هي اختلافاتنا الشخصية فكلمة اختلافاتنا الشخصية إذن الآن تعرفنا ما هي الاختلافات الشخصية الطلابي هي مظهرنا الخارجي مواهبنا أشالة نحبها شكل تعلمنا مشاعرنا وأفكارنا جميعنا يجب علينا أن نعرف اختلافاتنا الشخصية مثلا أنا أضع نظارة أقول بأنني أعرف بأنني أضع نظارة وأتقبل ذلك إذن يجب علي أن أتقبل هذا الموضوع مثلا أنا لدي وزن زائد فأنا أعرف أن لدي وزن زائد وأيضا أتقبل هذا الموضوع ولا أعترض على هذا الشيء بهذا الشكل فإنني أعيش أكثر سعادة إذن فكلمة إذن بهذا الشكل نعيش أو نشعر بالسعادة أكثر عندما نعرف فروقاتنا الشخصية وأيضا نتقبلها بكل صدر الرحب يجب علينا قبول اختلافات الآخرين إذن كما هو علينا قبول اختلافاتنا يجب علينا قبول اختلافات الآخرين فكلمة أيضا الآخرين اختلافاتهم يجب علينا قبولها ويجب علينا وينبغي علينا ألا نسخر من اختلافاتهم الموجودة عند الآخرين إذن طلابي يجب عليكم الانتباه إلى هذا الموضوع جدا لأنه يؤذي الآخرين ألا نسخر ألا اتممليز أن نبتعد عن السخرية من أجل اختلافات الآخرين وعلينا أيضا أن لا نسبب لهم الإزعاج فكلمة الإزعاج من نظراتنا إذن يجب علينا أن نتقبل اختلافاتهم يجب علينا أن نحترمها ونبتعد عن السخرية وعلينا أيضا أن نخاف عليهم من نظراتنا أن لا تسبب إليهم الإزعاج نكمل هذا الطفل ماذا يقول هرهان جبير جهاز كل مكزورن دا أولان أركضشتل رمز دا ياردم جا أول مليز يجب علينا مساعدة أصدقائنا الذين يستخدمون أجهزة أي نوع من الأجهزة إذن لديهم يستخدمون أجهزة مثل جهاز السماع جهاز الكرسي المتحرك جهاز النظارة إذن مثل هذه الأشياء يجب علينا تقديم المساعدة لهم فكلمة ياردم جا أول مليز في الأمور الصعبة ضرورن دا قلندك لري جهاز لرن ضرار جا ممسيني دكتة أتمليز وعلينا جدا الانتباه فكلمة الانتباه دكت أتمليز من عدم إلحاق الضرر فكلمة ضرار إذن عدم تلأتلاف هذه الأجهزة التي يستخدمونها قلندك لري جهاز لرن فبعض الأصدقاء يتصرفون أو يلعبون بطريقة يمكن أن تؤثر أو تؤثر إلى التلف هذه الأجهزة أو تؤدي إلى كسرها أو تلفها أو عدم سلامتها من ضرباتنا مثلا بالكرة بأي شيء فيجب علينا الطلاب الانتباه إلى هذا الموضوع يجب علينا أن نحترم أخيرا نحترم الفروقات الشخصية لكل الناس إذن بهذا الشكل قد تعرفنا على الفروقات الشخصية وقد تعرفنا ما هي التصرفات التي يجب علينا الانتباه إليها واحترام الناس الذين لديهم فروقات وأيضا احترام أنفسنا وتقبل أنفسنا إذ كان لدينا نحن هذه الفروقات الآن دوركم الآن أصدقائي الآن دوركم أنتم اكتبوا لي في الأسفل ما هي أفكاركم فكلمة ومشاعركم حول موضوع الفروق الشخصية برأيسال فروقات الشخصية أنا برأي أو حسب نظرتي بأن الفروق الشخصية أو الاختلافات الشخصية والفردية هي أمر مهم جدا ويجب علينا احترام الفروقات أو الاختلافات لأصدقائنا وتقبلها جيدا إذن بهذا الشكل الطلابي يكون قد أنهينا بشكل كامل درس الاختلافات الشخصية وتعلمنا ما يعني الاختلافات الشخصية وما هي التصرفات التي يجب الانتباه إليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر